اشتركوا في القناة برنامج يحتوي على لقطات تتنافى مع الدين الإسلامي وأخلاق المجتمع العربي والجزائرية وقالت السلطة الجزائرية في بيان لها أمس الجمعة إن القرار جاء بعدما قامت القناة التلفزيونية السلامة في منتصف ليلة الخميس بث برنامج يحتوي مشاهد لزواج المثليين وتدول النشطة بمواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر صور تلك المشاهد بكثير من الاستقراب والاستهجانة وأضافت السلطة ضبط السمعية البصرية التقرار مؤقتا تعليق جميع البرامج التي تبتها قناة السلام ابتداء من تاريخ صدور هذا البيان إلى غاية البث في القرار النهائي الخاص بهذا الموضوع نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء